اهلا بكم كرة القدم هي الرياضة الاشهر عالميا ومسابقاتها هي التي تحظى باكبر عدد مشاهدات حول العالم احد اهم هذه المسابقات هي كأس العالم الذي يقام مرة كل اربع سنوات تقدر الفيفا بان نصف سكان العالم تقريبا يشاهدون هذه المسابقة وبهذا تكون هذه المسابقة هي الاكثر مشاهدة بين جميع المسابقات على اختلاف انواعها وبالمناسبة الفيفا هي الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي منظمة اسست في العام 1904 في باريس لتكون المسؤولة عن الامور المتعلقة بالمسابقات العالمية لكرة القدم والتي من اشهر امثلتها كأس العالم، كأس القارات، وكأس العالم للسيدات في هذا الفيديو سنناقش كأس العالم فقط هنا يجب التنويه لشيء ان الفيفا تختلف عن الايفاب وهي المنظمة التي اسست في العام 1886 لتكون مسؤولة عن قوانين هذه اللعبة فهي التي تضع جميع القوانين المتعلقة بكرة القدم بينما الفيفا لا علاقة لها بالقوانين بل تختص بتنظيم المسابقات الآن دعونا نبدأ انشئت مسابقة كأس العالم في العام 1930 وكرر ان تقام هذه المسابقة كل اربع سنوات لكن بسبب الحرب العالمية الثانية تم الغاء المسابقة في العام 42 و46 وبهذا يكون مجموع المسابقات التي اقيمت حتى الآن 20 مسابقة في بداية انشاء المسابقة لم يكن هناك اهتمام كبير بها لعدة اسباب لذلك كان عدد الدول المشاركة قليل جدا لكن مع الزمن زاد الاهتمام وزاد عدد الدول المشاركة لتكون عبارة عن 32 منتخبا في وقتنا الحالي نظام المسابقة سهل جدا حيث تقسم هذه الفرق الاثنان وثلاثون الى ثمان مجموعات عن طريق القرعة اربع فرق في كل مجموعة بعد ذلك يلعب كل فريق مباراة واحدة ضد الفرق الاخرى في نفس المجموعة اذا فاز في المباراة يحصل على ثلاث نقاط واذا تعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة والفريق الخاسر لا يحصل على شيء بعد انتهاء جميع المباريات الفريقان الذان حصلوا على اعلى مجموع نقاط ينتقلان الى المرحلة الثانية بينما الفريقان الاخران يغادران المسابقة المرحلة الثانية تسمى بمرحلة الستة عشر لان عدد الفرق اصبح ستة عشر يلعب كل فريق مباراة واحدة ضد فريق اخر والخاسر يغادر المسابقة ليصبح عدد الفرق ثمانية ثم اربعة ثم اثنين في المباراة النهائية للمسابقة ليتوج الفائز فيها باللقب وليحصل على كأس العالم في بداية انشاء المسابقة استخدم كأس مختلف وكرر ان يحتفظ الفريق الفائز بهذا الكأس لمدة اربع سنوات ومن ثم ينتقل الى الفريق الفائز الجديد وهكذا وتم الاتفاق ان اول فريق سيفوز بكأس العالم ثلاث مرات سيحتفظ بهذا الكأس للابد لتحقق ذلك البرازيل في العام سبعين بفوزها للمرة الثالثة بعد فوزها في العام ثمان وخمسين واثنين وستين لذلك ابتداء من العام اربعة وسبعين استخدم كأس اخر مع مرور الزمن تعرض كأس العالم للسرقة مرات عديدة اخرها كان سرقة كأس العالم القديم من مكان عرضه في البرازيل ولم يتم العثور عليه لغاية يومنا هذا لذلك قررت الفيفا بان الفائز بكأس العالم سيحصل على نسخة طبق الاصل من الكأس بينما الكأس الاصلي سيبقى لدى الفيفا لكن يسمح للفريق الفائز بالاحتفال بالكأس الاصلي لمدة قصيرة بعد تدويجه باللقب اضافة الى النسخة طبق الاصل من الكأس يحصل الفريق الفائز على جائزة مالية كبيرة من الفيفا كما وتحصل الفرق الاخرى على بعض المال ايضا لغاية يومنا هذا انحصرت الفرق الفائزة بثمان دول فقط لكن ربما يفوز فريق جديد بكأس العالم القادم الان دعونا نناقش نقطة مهمة منذ قليل قلنا بان 32 دولة تشارك في المصابقة لكن كيف يتم اختيار هذه الدول الاثنان وثلاثون الاجابة هي عن طريق تصفيات كأس العالم تحدد الفيفا قبل كل مصابقة عدد الدول التي سيسمح لها بالمشاركة من كل قرة هذه هي الدول المشاركة في كأس العالم القادم يتم اعتماد هذه الارقام بناء على شيء يسمى الموهبة لكل نسمة لذلك هناك فرق مشاركة من قارة اوروبا اكثر من جميع قارات العالم لانها قارة موهوبة كما تسميها الفيفا بعد ذلك تشارك جميع فرق العالم التي عددها 211 فريقا في مسابقات قرية تقام في السنة السابقة لكأس العالم ليتم اختيار الفرق الافضل لتشارك في كأس العالم النصف هنا يعني ان هناك فريقا من هذه القارة سيلعب مع فريقا من قارة اخرى ليتم اختيار الافضل بينهم عدد الفرق لكل قارة هو محل خلاف دائم حيث تظلم بعض القارات مثل قارة اسيا وافريقيا بعد محاولات ومناشدات طويلة اصدرت الفيفا مؤخرا قرارا برفع عدد الدول المشاركة بكأس العالم الى 48 دولة ابتداء من العام 2026 لتصبح بهذا الشكل النقطة الاخيرة التي سنناقشها هي مكان اقامة كأس العالم في البداية كان كأس العالم يقام في قارتي اوروبا وامريكا بالتناوب في العام 2002 كسرت هذه القاعدة وقيمت المصابقة في قارة اسيا بعد ذلك قرر ان تقام هذه المصابقة في قارة مختلفة كل مرة قدر الامكان بعد اختيار القارة التي ستقام فيها المصابقة تقوم الدول المعنية بالموضوع بالترشح بعد ذلك يقوم مجلس الفيفا المكون من 22 جهة مختلفة بالتصويت لهذه الدول ضمن جولات مختلفة حتى تفوز احدى هذه الدول بالغالبية العظمى في النهاية اتمنى التوفيق للدول العربية الاربعة التي ستشارك في كأس العالم القادم حيث هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها اربع دول عربية مختلفة من يدري ربما يكون كأس العالم من حظ احدى هذه الدول شكرا لمشاهدتكم اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر اعجبني واشترك في صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد شكرا لمشاهدتكم شكرا لمشاهدتكم اشتركوا في القناة